سينا رأوا وقت اللي يجيوك خمسة رواسات دول أفريقية ما صارتش في تاريخ تونس ما صارتش والتجمع متاعك يعني هذا العدد الهائل من الرواسات فرنسو هولاند جانا مرتين رأوا في ظرف أقل من سنة زادت حتى هذه ما صارتش التواجد اللي كان كبير ياسر ومكثف وحنا استدعينا جملة من الناس اللي هم جيرانا وأصدقانا وأقرب الناس لنا مش معناها اللي لاشمش نتستدعوا الناس الكل وبالعكس أنا كنت سعيد جدا بحضور هذا العدد الكبير وهذا يدول شيء أنه الآن تونس أصبحت مشعة تونس أصبحت مشعة بفضل ثورتها بفضل التوافق اللي عملته بفضل النظرش الذي أظهرته وأيضا بفضل السياسة اللي احنا ماشيين فيها منذ يعني منذ الثورة أنه تونس كانت متقوقعة متقوقعة كانت جزيرة مغلقة اليوم احنا عنا سياسة أنه نتفتحه على أفريقيا جنوب الصحراء احنا عنا سياسة نتفتحه على المغرب العربي احنا سياسة عنا يعني صداقاتنا مع أوروبا صداقاتنا مع بلدان آسيا إلى خيره وإن شاء الله تونس يعني في وقت من الأوقات ستصبح منارة في هذه المنطقة الوجود المكثف اللي انت تعتبروا اللي همهوش كيف خيره ايه 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 لجماعة معيز والأوطارو فمن دليل على أن تونس بدأت تشع وأنها يعني فيه وبين قمصينا أنا أعلمكم اللي سيد بنك إيمون كان باش يجي لكن تعذر عليه لأنه كانت عنده ارتباطات في سوتي وعدنا باش يجي لأخيره وتونس من هنا فصاعدا يعني ستتابع لها رؤساء الدول ورؤساء الجمهورية وإحنا الآن بدينا يعني بداية الاستدعاءات سم هذه الجمعة باش نمشي لواشنطن نهار 4 أبريل أنا باش نمشي للقمة العربية للقمة يعني وجود تونس اليوم أصبح وجود فاعل في الساحة السياسية الدولية يعني بعد ما تسلمت حكومة مهدي جمعة السلطة وأيضا بعد ما تم المصادقة على الدستور التونسي لاحظنا أنه هناك تفتح غربي كبير على تونس وأجنبي كبير على تونس من حيث الدعم الاقتصادي من حيث أيضا ممكن تشجيع تونس على أنها توصل إلى برلمان وأعتبرها في العالم كامل نموذج كيف تفسر المسألة هذه؟ شوف أنا أفسر اللي أحنا وهنا نجم نقول اللي تونسي زي ما يعتدوا ببلادهم يعني وقت اللي تشوف تجارب الكل بتاع تجارب الانتقال الديمقراطي تلقى تجربة الوحيدة الناجحة وبأقل تكلفة بشرية هي تجربتنا أحنا وهذا من حفظ الله وهذا من خصوصية هذا النموذج التونسي اللي مرة أخرى نقول لك النموذج التونسي اللي هو الناس قاعدة تدرس فيه ويقول لي بحث هو أولا دور المجتمع المدني أنا ولد المجتمع المدني أنا كنت رئيس الربط حقوق الإنسان وخدمت عشرين سنة في المجتمع المدني وفخور بقوة هذا المجتمع المدني وفخور يعني البارح كنت في افتتاح الملتقاء التركي ومشيت شفت الجمعيات المدنية رأوا عندنا جمعيات تعمل 66 ألف كيف رأوا النشاط متاع المجتمع المدني متاعنا الناس ما تشوفوش رأوا يعني 66 ألف كيف قوة المجتمع المدني مرة أخرى يعني جيشنا الأبي اللي هو يعني خارج عن كل التجاذبات السياسية أمن الجمهوري حتى إدارتنا إدارتنا الناس كلها تسبب فيها بيروقراطية بيروقراطية إدارة فعالة قائمة هي لهذا البلاد يعني وخاصة ثم هذا النضج الذي أظهرته الطبقة التونسي وقت اللي تسمع وتشوفهم ويتعاركوا في كذا تقول أخذت تقول باش يقول بعضهم وبعد كيش تشوف تشوف يعني أقصى اليسار وأقصى اليمين كمني لسي الحبيب اللوز وسيموجي الرحوي فيها هذا ما تشوفوش في بلاد أخرى ما تشوفو إلا في تونس بين قوسين رأوا هذا مش جديد رأني أنا عشت نتوها 30 سنة الأخيرة عشت فيها كل المراحل هل الحوار الوطني بين مختلف الأطراف لم يكف لحظة واحدة الرابطة تونسية الدفاع عن حقوق الإنسان كانت برلمان المجتمع المدني كانت تقلب فيها بعد كي مشينا إلى يعني أكثر من فرص سواء 18 أكتوبر سواء الكلها دائما وبدان كان الحوار لم يتقطع بين الأحزان وهذه خاصية لازم نحافظوا عليها الحوار الوطني الحوار الوطني هذا هو اللي ما يخفف من الاحتقان السياسي ويخلي بلادنا الآن مصدر فخر بالنسبة لتونسة ومصدر انتباه لشعوب الأخرى اللي تتخبط في العنف وتتخبط في عدم التوافق ما تشوفش كيف ما يشوف برشا توانسا قال لي ممكن الغرب بشكل عام والجهات الأجنبية أيضا المؤسسات المال الدولية كانت بشكل ما يعني ما عنديش ثيقة في الحكومة الفايتة وبممكن معناها خلينا نكونوا واضحين وممكن معناها عندها تحفظ شوي على حكم الطيار الإسلام السياسي في تونس وبالتالي بعد ما صار المسادقة على الدستور وبعد ما جاءت حكومة ما عنديش لون سياسي كيف نتجه في اتجاه أن دعموا تونس بالشكل اللي شوفناه في الأيامات هذه لا بدأ مش صحيح القضية ما عندها حتى علاقة بنوعية الحكومة القضية عندها علاقة بالتوافق هالناس هذا مش تواقف يعني كانت توافقنا ومش وجهات حكومة جديدة سياسية وكذا كان نفس الموقع بالنسبة لهم هي قضية الاستقرار وقضية الدستور هالناس هذم قادرين هل هما ناظشين قادرين وها أثبتنا مش ليهم هما أنا مهمنيش أثبتنا لأنفسنا أنا فخور بحاجة واحدة هو أنه تونسها لأن أثبتوا لأنفسهم خرج أوكي أثبتنا لأنفسنا أنه احنا قادرين نتفهم أنه احنا قادرين تغلب على صعوباتنا أنه احنا قادرين نصنع الدستور توافقي هذا هو الشيء المهم في هذه الموقع أثبتنا لأنفسنا تغلبنا على كل ما في أنفسنا وأثبتنا لأنفسنا ما أثبتناه للعالم هذا كتنجب تقول من التبعات الثانوية نجي وتقول العلاقات تونس الخارجية يعني على مدى سنوات حكمك كنت تقول بأنه معنا كل مرة تقول بشي نعقد قمة الاتحاد المغرب العربي ولكن إلى حد الآن يعني لم تتم عقد هذه القمة وبالتالي الحلم اللي ممكن كنت تخطط له أنه في فترتك أنت تم العقد القمة وممكن الاتحاد المغرب العربي يرجع فيه النشاط ما تمش حسب ريك شنين الأسباب؟ شوف هذا الحلم لأن أتخلى عنه لأن أتخلى عنه تنجب تقول حيا أو ميت فأنا نعتبر نفسي ولد فترة من الفترات اللي كان الشعور المغاربي كان شعور سائد وكان شعور كذا أنه ثم قوة لا نتحكم فيها اللي هي وقفة هذا المشروع هذا الله غني شكون القوة؟ طبعا الخلاف ما بين الأخوة الجزائرين والمغاربة يعني هذا شيء يعرفه القاصي والداني نحن سنواصل فهمني أكل يدخل على جبل قدومة ولأكل يقرقش في الرخام وبظفره سنفعل هذا الاتحاد المغاربي ضرورة للتونس ضرورة للجزائر ضرورة للمغرب ضرورة ولهذا نحن سنواصل يعني ولو عثرنا ولو تأخرنا ولو صدمنا ولو ولو كذا لدينا مسؤولية تاريخية قدامة أنت تعرف اللي فضاء المغاربي هو اليوم أقل للفضاءات الموجودة في العالم اندماجي رح كنت نقول اللي الفضاء الأوروبي اندماج بستين في المياه احنا الفضاء المغاربي باثنين في المياه الناس كلها يجب أن تعرف اللي كان عندنا الاتحاد المغاربي كانت نسبة النموم تعنا تزيد ثنين في المياه الناس كلها تعرف اللي كان عندنا الاتحاد المغاربي رانع عندنا ربما ثلاثين ألف أربعين ألف موطن شغل مضموني إلى آخره إلى آخره ثم ضرورة ولهذا نحن سنواصل فيه في نفس الإطار يعني البرح في الملتقى المغاربي التركي للثقافة والاقتصاد قلتم بأنكم ستسمحون بالحريات الخمس في اتحاد المغرب العربي هل ستسمحون به من طرف واحد يعني من طرف تونس أما أنه هناك يعني في إطار منظومة شاملة هي منظومة اتحاد المغرب العربي قضية أنا هي مش بدينا سأسمح أو لا أسمح لكن أنا أريد أن تونس تكون أول دولة مغاربية تعطي الحريات الخمس تعطي المثل اشتي هي الحريات الخمس أنه المغاربيين كون عندهم حق التملك حق الاستقرار حق العمل حق السفر وحق المشاركة في الانتخابات البلدية بعد سنتين أنا نعتبر هذا لبنى من لبنات بناء وحنا هذا مشي اللي رأوا يجب أن الناس تعرف اللي هالعالم كله مشي الاندماج القضية هي هل هالاندماج أحنا نقودوه بذكاء بحكمة بسرعة ولا نخليه ولا نخليه يعني يفوتنا ويجيه بشوية بشوية تونس بحاجة إلى الفضاء المغاربي أنا دائما نبدأ نقول تونس ليس لها مستقبل في تونس تونس مستقبلها في الاتحاد المغاربي تونس مستقبلها في فتح نفسها على الفضاء الافريقي تونس مستقبلها في فتح نفسها على الفضاء الأوروبي المتوسطي في الفضاء العربي بقدر ما نفتح أنفسنا على هذه الفضاءات بقدر ما تونس تتوسع بقدر ما تونس تشعع بقدر ما المشاكل الاقتصادية والاجتماعية قحلها أما تونس إذا كان فكره منطق تونس جزيرة منغلق على أنفسها ومدورة نفسها بالحدود وخايفة من هذا وخايفة من ذاك ويفقول إيش خدمت وكذا ما عنا في نمشي نجي ولملف مهم سيد الرئيس هو العلاقات مع سوريا هل أنك بعد ما وصل لدرجة الصراع في سوريا إلى هذا الحد هل أنك ما زلت على نفس الموقف اللي ممكن تم فيه طرد السفير السوري إلى حد الآن شو موقفنا احنا من سوريا احنا موقفنا كان موقف سياسي وأخلاق هاو شو أبن الله خاصلك احنا يعني مع الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرمة هو قام لنفس الأسباب اللي قمنا به احنا ضد تسليح المعارضة ضد عسكرة الثورة كنا نريدها سلميا ضد تدخل الخارجي ضد رجل رجل يعني كان يمارس في قمع رهيب لم يسبق له مثيل وللأسف الشديد مازال متواصل احنا الآن قدام هذه ايضا احنا الناس زي ما تعرف اللي تواصل احنا رغم فقرنا وكذا جهزنا اكثر من طائرة للإعانات انا اعطي تعليمات بانه المواطنين السوريين اللي جيونا لهنا نتهاو بهم ونحترموهم واخوتنا وشعب السوري شعب عظيم من اكبر الشعوب العربية ضيافة ضيف الفلسطينيين وضيف العراقيين وكذا انا وقتل نشوف كيف هم اليانا شعب مشرد مطلودي الاخيري جيني دموع هذا هو الموقف متاعنا كان موقف سياسي واخلاقي الآن الآن في الوضع هذا نحن ندفع الى الحوار نحن شعب يعني بالنسبة لنا كلمة الحوار هي كلمة محورية نحن ندفع الى الحوار يا اخواني يا سوريين اتفهموا مبيناتكم ما اللي تجدوه يعني باش توقف المأساة بتاع الشعب السوري نحن معاها هذا هو موقفنا عليش سئلتك سيد الرئيس لانه هناك مراجعات حتى على المستوى الغربي والمستوى لولئة المتحدة الأمريكية والتحاد الأوروبي في مراجعات في فهمهم للواقع السوري هناك مراجعات في اتجاه انه ضد ممكن بعض الطيرات المتشدة وبعض الفرق يعني الارهابية والمتشدة في سوريا ولكن في تونس ايضا هناك مراجعات يعني وزير الخارجية والجديد مؤخرا قال بأنه ممكن ستصير مراجعات مع العلاقات مع السوري هل أنك أنت ستدفع في الاتجاه لا لا الوزير الخارجي لم يقول هذا الكلام حرف كلامه ووزير الخارجي حكيت معاه في الموضوع احنا ما نريده هو انه يعني كيف نحمي التونس الموجودين غادي وككل البلدان نفكر في أن تكون لنا قنصولية في بيروت لتذهب لكن هنا خليني زادة مرة أخرى الشجرة لاجب ونتحجب الغضاء احنا لقى مشكلتنا مع سوريا بالأساس هي مشكلة تونسية احنا لقى عنا أولادنا غادي فمن قاعدين يرجعوننا في أما يرجعوننا أحياء ربما شكل خطر على البلاد أو يرجعوننا في يعني يعني في أموت هذا الشكل اختر علينا كبير وخاصة توا مثلا بعض من شبابنا المغرر بهم ماشي للجهاد في سوريا يلقى أنفسهم واحد واجمعه مع داعش وجمعه مع جبهة النصرة ويتقاتلوا مبيناتهم يعني وين يوصل الغباء وين يوصل الجهل وين يوصل عدم معرفة الأمور فمن ماشي لباشي جاهد وضد ما كذا يلقى ورواحم زوز مجموعات متطرفة يقتلوا في بعضهم احنا الآن بالنسبة للقضية السورية هي حماية أولادنا من هذا أنا نثمن الموقف لإخذها السيد وزير الداخلية هو بالتثبت في أن شبابنا ما يمشيش أنا أتوجه إلى شبابنا لا يغرر بكم تونس أرض جهات جهات ضد الفقر ضد التخلف ضد يعني ضد الفساد جاهدوا بالمواجهة السنية هنا في بلادكم ومنحيوا عليكم هلكلاء ماذا نطاع الطاغوت وهالهوس فهمني وهالهوس هذا هو أنا بالنسبة لي الآن قضية سوريا قضيتين قضية الأولى هو أنه ندفع في اتجاه الحوار وما يتفق عليه السوريين نحن نمشي فيه وإن شاء الله حتى بالبقاء على بشغل أسد أنا مهمنيش أنا مهمنيش سوري أنا بالنسبة لي وقتل السوريين يتفقوا مبيناتهم فليكن أنا عندي موقف من الطريقة الهمجية التي يعني تعامل بها نظام السوري مع شعبي لكن ما يتفق عليه السوريين ذكال قوحل نحن نمشي فيه نحن أهل حوار وكذا لكن مرة أخرى قضيتنا بالأساس هو الآن أنه نسترجع أولادنا وأنه ما نخليهم يغرقوا في ذلك في هذا الاتجاه سيد رئيس عفوا فهم إحصائيات كبيرة على عدد كبير من التونسيين في السورية وفهم خطر أمني كبير ممكن من عودتهم إلى تونس على مستوى الرئاسة الجمهورية أو على مستوى الحكومة أو على مستوى الدولة التونسية في حد ذاتها عندكم ممكن معناها خطة لمحاولة ممكن أن الأشخاص هذومهم ميمثلوش خطر على التونس أولاً يعني مثل ما قلت لك نحن قاعدين نفكر في هذه الصيغة متاع الإدماج والعفو أنا نعرف لمثلاً ثم أولادنا في ليبيا مشاول غادي وقتين يقول أولادنا ثم يقول كيف هاش إرهابي يقول أولادنا أنا ثم حاجة نجم أقولها لك أنا نجم نمشي في زنازة أنيسة زلاصي ونجم نمشي في زنازة شهداءنا إلى آخرها وبطبيعة حال ما نمشي في زنازة إرهابي كذا لكن الأمم متاع الإرهابي والأمم متاع الشهيد نفس المرات التونسية الفقيرة اللي يعني اللي هبطت عليها هالكارثة إلى آخره يجبنا ننقذ تونسة الكل من هالغباء من هالحمام الدم من هالأمور العبثية رفقاً ومحبة في هك الأمم المسكينة اللي بشتاح عليها الصخرة متاع موت ولدها في قتال عبثي ما بين داعش وما بين شنو ما بين زوز أطراف اللي معنا ما عنده أحنا سوريا مشكلتنا مشكلتنا هي تونس ولهذا أنا أقول يلزم الناس هذا ما يرجعوا شنو حذرتولهم لا لا قاعدة تخدم قاعدة لمجلس الأمن الوطني يعني يحط في استراتيجيات ثم فرقة عمل قاعدة تخدم كل فرقة مختصة بالموضوع وإحنا هذا قاعدين تابعوا في الوضع تم برشة يعني هالناس هذوم المغرر بهم ما نسميهم مشاهوا ليبيا ومعاش نجموا يمشوا في سوريا ومعاش نجموا يرجعوا لتونس خايفين بالنسبة لي أي واحد يسلم سلاحه وينبذ العنف اليوم غدوة مش ينبذ العنف توا ينبذ العنف اليوم غدوة ويعاود يرجع للحضيرة الوطن ويعاود يفسخ من ذكرته هذه الكلمات الحقيرة طاغوت وهالكلمات المجنونة المهوسة ويرجع إلى شعبه يجب أن نشوفوا كيف نحتضنهم والبقية الباقية يلزم العناية الأمنية لأنه فيهم ناس غير قابلين تقريبا قدش عددهم قد عن كمشي حصاءات على عددهم الحصاءات من مئات إلى آلاف من مئات إلى آلاف لكن الشيء الثابت هو أنه عدد كبير وأنه مش معقول أنه بلادنا تفرخ هذا القدر الهائل من الهراب وهذا مثل ما قلت لك نتيجة من جملة الأشياء نتيجة ذلك العشرين سنة من الفراغ التي اشتث فيها الإسلام المعتدل فبالتالي ترك المكان لهذا الإسلام المتطرف فما سؤال آخر ممكن بش تختموه بالعلاقات التونسية الخارجية إلى أي مدى بش تبقى العلاقات بين مصر وتونس فاترة يعني صحيح ممكن أن هناك موقف سياسي مما حصل في مصر ولكن معنا في اعتقاد العدد كثير من الناس أنه العلاقات على الأقل ميزمش تقوى فاترة لأنه عنده مصالح بين الدولتين هنا نفس الشي شوف أولا العلاقات عادية طبيعية سفيرهم موجود سفيرنا موجود وزير خارجية بش يمشي للاجتماع وزارة الخارجية في القاهرة بالنسبة لي العلاقات عادية طبيعية فيما يخص المواقف التي أثارت يعني التساؤلات وأثارت هذه الأزمة أنا راني موصلتش لهذا المكان هذا فاني باش نتكر للمبادئ اللي أوصلتني لهذا المكان ما ليش بتنكر أحنا شعب حوار أحنا نقوله الحوار هو كل شيء نحن ندعو إلى الحوار بين الأخوة السوريين بين الأخوة الفلسطينيين بين الأخوة الجزائرين والمغربين ندعو للحوار ولهذا بالنسبة لنا أحنا اليوم الحوار أيضا مطروح في كل مكان ومجملتها في مصر شو الموضوع هذا أيضا أنا أقول وأجدد يعني أنه هذا ما هوش تدخل وإنما يعني الصديق وما صدقك القول أحنا بالنسبة لنا ما ثم إلا طريق واحد لحل الأزمات السياسية اللي هو الحوار تونس دولة مستقلة ذات سيادة عندها الحق باش تصدع برأيها في كل مكان فيما يخص أيضا أنا كما قلت قبلها أنا إنسان حقوقي وسأبقى حقوقي بالنسبة لي المحاكمات السياسية لا مكان لها لا مجال لها في أي مجال محاكمات السياسية لا تحل المشاكل السياسية وأنا متعمقها هذا موقف سيادة متع دولة وموقف شخص اللي هو حقوقي هذا شيء مبسوط علنا ما فيش نقاش في نفس الوقت نحن دولة مع الدولة مجتمع مع مجتمع المجتمعات التونسي والمصري هم يعني مجتمعات شقيقة وقريبة لبعض البعض يجب أن تتواصل لعلاقات الدولة يجب أن تتواصل لعلاقات في كنف الاحترام أحنا عبرنا على رأي وعن موقف أنتم عندكم رأي موقف مختلف لكن أحنا أحرار في تعبير عن موقفنا وبالتمسك بها نختم ممكن بمستقبل الرئيس السياسي هم سيترشح الرئيس المرزوقي لانتخابات القادمة؟ شوف هذا الموضوع طريح علي 20 مليون ألف مرة أولا خليني بد في قضية يستقيل وما يستقيل أنا هنا الموضوع عاد لا لا خليني أكلم الأمور مربوطة ببعض لا استقالة أنا خدمتها البلد هذه دائما وابدا كم الموقف ما هو الواجب ماذا يمليه الشرف إلى آخرين يعني خدمتها 20 سنة أو 30 سنة كطبيب خدمتها 20 سنة كحقوقي خدمتها جيت لها هذا المكان لا أقوم بي واجبي واجبي هو المحافظة على استقرار البلد أنت تعرف اليوم هذه ثلاث حكومة الاستقرار بالأساس هو المجل التأسيسي ورئاسة الجمهورية هذا كهو الاستقرار يجب هالهيكلين يوصلوا البلد إلى المرحلة الختمية أنا منشي شايف شني هالحكاية هذه متاع الاستقالة والشكون مش يجيبه في يعني أنا يحبوني نستقيل ونمشي نعمل حملت الانتخابية وكذا ونسيب نسيب الشكون أنا والرئيس اللي في بيش 3-4 شهر يمثل الدولة يشوف الملفات إلى آخره ماذا وين صارت هذه شنية مصدقيته وشنية قيمته وشنية كذا وكيفاش يعني هذا معناه كلم مع شي تقال أنا سأواصل الاهتمام بالملفات اللي هي الجيش اللي هي الأمن اللي هي الإشعاع التونس الخارجي اللي هي الدفع للحوار الوطني من وراء الستار إلى آخره إلى آخر لحظة لأن هذا ما يمليه عليها الوجب مصلحتي الشخصية فعلا أنا وكانت توقع قارئة فنجانة جي تقول لي يا سمع راه إذا كانت تستقيل وتمشي تخدم خدمتك وتعمل حملتك الانتخابية راك باش تنجح فيك كذا كذا نقول لها برا ابنيتي براك الله فيك أنا باش نواصل مهمتي حتى إلى آخر لحظة لأن هذا ما يمليه عليها الشرف والوجب ترشح أو ما ترشحش هذا وقت اللي يخرج القانون الانتخابي وقت اللي تتضحى السورة السياسية وقت اللي يعني عن الترشح أنا ذاك يعني من بعد الاستشارة وبعد كذا كذا حق من حقوقي وتوناخه لكل حدث حديث يعني في كل الحالات يعني باش تواصل مصالحياتك ومهامك حتى الآخر لحظة وهنات أكيد الكلام اللي كنت دائما تقول فيه أنك باش تسلم كرسي الرئاسة إلا إلى رئيس هذا يجب يكون معطى ما عاش ناش نتقش فيه اللي يعود يطرح الموضوع معناه يضيع في وقت ويضيع لك في وقتك يشايح في ريقي هكت شايحة لي ريقي توقع كان مفروض أنه الموضوع هذا مش تطرحش قلت وقدش مرة يازم ناس تقولها كلها تبني على أساس هذا الموقف وانتهى الموضوع شكرا جزيلا أشكرك سيد الرئيس محمد مصف المرشل نجمشي أقول كلمة للتوصف تفضل كانت اسمح لي نحب نبعث رسالة للطبقة السياسية طلع شعار كمل جميلك لدخر أنا أقول لطبقة السياسية كملي جميلك على هالبلاد كيفاش تكملي جميلك يعني خلينا هالمرحلة الانتخابية اللي تمشي تكون صراع أفكار صراع برامج في كنف الاحترام فمن باش نبهر العالم بانتخابات أو حيك السؤال سيد خليني خليني كمل لك إذن أنا لطبقة السياسية وأنا كملي جميلك والإعلام نقوله كون على جزء من الإعلام رأوا أنا الأوان باش أيضا أنتم ساهموا في في هذه الصورة المشرقة لتونس للشعب التونسي نحب نبعط له رسالة رسالة بسيطة نقوله راهوا ثلاثة كلمات ثلاثة كلمات الكلمة الأولى هي الفخر ببلادك راهوا ناس كلها تنظر لنا باحترام بإعزاز بتبجيل ولهذا يتوانس كونوا فخورين بأنفسكم الحاجة الثانية الأمل راهوا صعيب الوضع صعيب أنا شفت مشيت عند راهوا وشفت الفقر وشفت الميزير وكذا كذا والناس ملت من الانتظار وكذا لكن حالما إن شاء الله يعني تنتهي هذه المرحلة الانتقنية الآلة الاقتصادية باش تدور والخير موجود في تونس أحنا الآن على الطريق كلمة ثالثة المسؤولية هالبلاد هذه مسؤولية الجميع مسؤوليتي ومسؤوليتك ومسؤولية رجل الإعلام ومسؤولية رجل الأمن ومسؤولية الجيش مسؤوليتنا لكل لكلها في رقاب إذن ثلاثة كلمات نحب التواصل تحطوا الكلمة الأولى الاعتداد أو الفخر ثانيا الأمل ثالثا المسؤولية أنت أوحيت لي ممكن قبل ما نخطب بسؤال هنا لك معناها بعض الانتقاد لشخصك سيد الرئيس في مسألة أنك ساعات في بعض المواضع مثلا في انتقادك ساعات الإعلام ساعات لبعض المعارضين اللي تشوفهم أنت ممكن متشدين أو مضطرفين في أنهم ما يخليهوش عجلة البلاد السياسية والاقتصادية يدور فهناك انتقاد يقول لك عليش رئيس الجمهورية ما يكونش رئيس لكل التونسيين ويتقبل الانتقاد من المعارضة يتقبل الانتقاد من الإعلام والممكن معناها برشة انتقادات عندك المجال هذا وبالتالي فهناك من يقول أنه رئيس الجمهورية ساعات ما يكونش رئيس للتونسيين الكل ويمثل فقط هذا غير صحيح أولا لأنني لو كان حابت حابت انتبع يعني للصحفيين اللي كتبوا واللي شتموا وتعرف ايش تقال رأي القضايا بالمئات لم أتابع صحفيان واحد هذا غير صحيح ثانيا هالمكان هذه البلاد السياسة هذه يدخلوها التواصل كل من كل المأمل يعني من من كل المشارب السياسية اللهم إلا من يرفض دعوتي يدخلوها المواطنين من كل الجهات يدخلوها سياسية من كل الجهات بابي مفتوح للناس الكل قلبي مفتوح للناس الكل وبالعكس أنا نعتبر نفسي الآن هو مسؤوليتي هي انحامي على حقوق المنقبة وانحامي على حقوق المرأة الأخرى اللي هي يعني ماشي في نمط الحياة مختلف تماما مهمتي هو أنه يعني نحافظ على الدم التونسي أيا كان إلى آخرين هذه مهمتي ولهذا أنا قايم بها بقدر طبيعة الحالة البشر ما لولا بشر لكن وقت اللي يجي تشوف موضوعيا موضوعيا تشوف ستجد أنه الكلام هذا ليس له نصيب من الصحة شكرا جزيلا أشكرك سيد محمد مصف المرزوقي رئيس الجمهورية وأشكرك إلى كل المواطنين وخاصة على هذا اللقاء الحصري والخاص التلفزة التونسية أشكرك مشاهدين الكرام إلى اللقاء في لقاءة خاصة أخرى بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر